أرجع التقارير اليمنية ظاهرة قتل الأقارب في مناطق احتلال ميليشيا الحوثي إلى ثقافة تمجيد الموت والحض على الكراهية التي تغذيها الميليشيا في أوساط أتباعها إلى جانب الضغوط النفسية جراء توقف الرواتب وانسداد سبل العيش الكريم وأكد تقرير رسمي أعده موقع الثورة نت الحكومي تسجيل 15 جريمة قتل ارتكبها مسلحون حوثيون ضد أقاربهم في الفترة الممتدة ما بين يناير 2020 وحتى يوليو 2021 راح ضحيتها 28 شخصا من الأقارب وربط التقرير بين تصاعد منسوب حوادث قتل الأهالي في مناطق ميليشيا إيران والتعبئة الفكرية والطائفية التي تنتهجها الميليشيا من خلال زجها بالمئات من الأطفال والمراهقين في دوراتها التعبوية الميليشاوية وغسل أدمغتهم بالأفكاد الطائفية التي يتصدرها تقديس زعيم التمرد والإرهاب الحوثي ويرى مراقبون أن جرائم الاعتداء على الأهل وأولياء الأمور من الأب والأم والأخوة وغيرهم تحولت في الآوينة الأخيرة وفي ظل مواصلة عمليات الاستقطاب والتعبئة الطائفية إلى ظاهرة متكررة في مناطق سيطرة الميليشيا